طالبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أوناروة بتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطع غزة هذا وأضافت الوكالة أن الشاحنات التي وصلت لقطع غزة ليست سوى قطرات قليلة في مواجهة الاحتياجات الهائلة للمواطنين في غزة وقالت الوكالة إنه إذا لم يتم توفير الوقود لغزة فإن توصيل المساعدات ومياه الشرب وتشغيل المستشفيات سيتوقف غدا